السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في تحضير نص التربية الموسيقية وهو نص من مرجع في رحاب اللغة العربية للسنة الثانية إعدادي نص ينتمي للمجال الفني والثقافي إذن سنبدأ أولا بتطير النص سنتعرف على صاحب النص إذن صاحب النص هو الباحث المغربي المختص في مجال الفنون الموسيقية عبدالعزيز بن عبدالجليل وهو من مواليد سنة 1931 بمدينة فاس اشتغل في تدريس اللغة العربية لسنوات قبل أن يشغل منصب مدير لأحد المدارس الثانوية ليعين بعد ذلك مسؤولا عن المعهد الوطني للموسيقى نشر عددا من الدراسات والبحوث في مجال الفنون المصرحية ومن مؤلفاته نجد التربية الموسيقية لمعلم المدارس الابتدائية مدخل إلى تاريخ الموسيقى العربية الموسيقى الأندلسية المغربية التربية الموسيقية إلى غير ذلك مصدر النص إذن هذا النص فهو مقتطف من مقال صادر ضمن العدد الثاني والثلاثين من مجلة المناهل في مارس ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين نوعية النص النص عبارة عن مقالة تفسيرية ذات بعد فني نمر لملاحظة النص أولا تحليل العنوان إذن تركيبيا يتكون النص من كلمتين تكونان فيما بينهما مركبا وصفيا فكلمة الموسيقية نعت حقيقي أو صفة لكلمة التربية أما دلاليا فيشير العنوان إلى نوع من أنواع التربية وهو التربية الموسيقية مما يحيل إلى أن الموسيقى يمكن أن تلعب دورا في التربية ثانيا التعليق على الصورة الصورة المرافقة للنص هي صورة فوتوغرافية لطفل يمسك آلة كمان ويقوم بالعزف عليها ويبدو هذا الطفل في غاية الانضباط والتركيز مما يعني أن الآداء الموسيقي يحتاج إلى هاتين الصفتين وعلى العازف أن يتصف بهما بداية النص تكرر أو تكرر العنوان بلفظه مرتين في بداية النص أو تكرر العنوان بلفظه مرتين في بداية النص كما وردت عبارة التربية بمفهومها العام مما يدل على أن النص يتمحور حول علاقة الموسيقى بالتربية فرضيات النص من خلال تحليل العتبات نفترض أن النص أولا سيحدد علاقة الموسيقى بالتربية ثانيا سيبين دور الموسيقى في التربية ثالثا سيبرز فوائد الموسيقى فهم النص شرح بعض الكلمات مثل تشييد بمعنى بناء الصرح القويم أي البناء المتقن جولا أي كثيرة ضروب الألحان أي أنواع الألحان الإقدام بمعنى الشجاعة استجلاء أي استكشاف وقلم أي نادرا ثانيا الفكرة العامة إبراز الكاتب لدور التربية الموسيقى في بناء شخصية الطفل خلقيا وحسيا الأفكار الجزئية للنص الفقرة الأولى من بداية النص إلى الإنسان وفكرتها التربية الموسيقى جزء لا يتجزأ من التربية بصفة عامة الفقرة الثانية من إنا للتربية إلى والتربية وفكرتها تساهم التربية الموسيقية في تربية الذوق الموسيقي لدى الأطفال وتكسبهم صفات الجرأة والإقدام وتعودهم على التعاون والتضامن الفقرة الأخيرة من وأول إلى آخر النص والفكرة التي تتضمنها يدعون الكاتب إلى ضرورة تنمية الإحساس السمعي لدى الأطفال بتعويدهم على الاستماع إلى الآثار الفنية الجميلة رابعا تحليل النص إذن الحقول الدلالية لدينا حقل التربية وحقل الموسيقى حقل التربية تدل عليه كلمات مثل تكوين الإنسان فوائد تربوية الفضاء الخلقية تنظيم المعلم دروسا علمية التعاون والتضامن إلى غير ذلك ثم حقل الموسيقى مثل الذوق الموسيقي ضروب الألحان الغناء الصوت الهمس الإنشاد الإحساس السمعي التعليق على الجدول نلاحظ تساوي العبارات في كل حقل مما يدل على أن الموسيقى يمكن أن تكون شكلا من أشكال التربية البنية الحجاجية في النص وهناك الأطروح البديلة وهي لا يمكن للموسيقى أن تكون وسيلة للتربية وأطروحة الكاتب وهي التي تقول بأن للتربية دور في تكوين شخصية الطفل والكاتب استند على مجموعة من الحجاج مثل التربية الموسيقية تشكل الجانب الجمالي ضمن فهم التربية التربية الموسيقية تنمي الذوق الموسيقي الغناء الجماعي يجعل المتعلم شجاعا وجرئا ويعلم التعاون والتضامن قيم النص يتضمن النص قيمة تربوية تتجلى في أن دور الموسيقى يتجلى في تكوين الفرد ثم قيمة فنية من خلال تنمية الإحساس السمعي أخيرا تركيب النص إذا حاول الكاتب في هذا النص إقناعنا بدور التربية في تكوين شخصية الإنسان مستدلا على ذلك بالفوائد الجمالية والتربوية للموسيقى وموجها إلى ضرورة تحسين مستويات الاستماعي لدى المتعلمين ومن وجهة نظري أرى أن التربية الموسيقية قد تساهم في تراجع هذه الأشكال الموسيقية الرديئة التي أصبحت تنتشر في صفوف الشباب إذن هذا كل شيء ترجمة نانسي قنقر